لكن الرجاء موجود الحل موجود المسيح أخ سامح يعني الموضوع عادة نستخدمه في عزات أو تعليم في فترة الميلاد ولكن عم بشعر ما أحوجنا إلى هذا الموضوع في هذه الأيام وعلى الأرض السلام وهل فعلا يعني فيه سلام فمن فضلك لما بتسمع العنوان عنوان هذا الموضوع إيه اللي بيدور في ذهنك بيدور في ذهني شعور بالألم الشديد إنه الفرصة الوحيدة للسلام على الأرض السلام الحقيقي مش الوهمي جاءت في المسيح وكل من شعوب الأرض التي تعرفت بالمسيح هي اللي تمتعت بهذا السلام العميق الحقيقي لكن بقيت الأرض لأنها رافضة للمسيح أو تجهله ما زالت في المعاناة والألم والحرب والصراع وهذا البؤس والأسع اللي بنشوف كل العالم يراه الآن ممثلا في حرب دائرة الآن بين إسرائيل وحماس فلكن الرجاء موجود الحل موجود المسيح أكيد اللي اسمه في الكتاب رئيس السلام واسمه رب السلام فهو كرئيس السلام هو وكإله السلام هو مصدر هذا السلام وهو منشئه في النفس إحنا اختبرنا ونعرفه نعرف هذا السلام نعرف ما يصنعه في قلوبنا وفي حياتنا نعرف كم الإنزعاج والخوف والتمزق الداخلي اللي كان في نفسنا واللي كان موجود بينا وبين الناس طبعا مش في حروب دموية زي اللي بيحدث لكن في علاقات إنسانية أو علاقات داخلية أو حتى علاقة الواحد مع نفسه فاختبرنا هذا التمزق والخوف والإنزعاج العنيف واختبرنا لما المسيح دخل القلب وغير الحياة وتولدنا ولدها جديدة وتبررنا بالإيمان اختبرنا هذا الهدوء الداخلي العميق حتى في وسط القلق اشتركوا في القناة